تحدث عن هذا المؤتمر إن شاء الله رح يقام من 14 ل 16 من هذا العام وهذا الشهر نعم مثل ما تفضلتي المؤتمر رح يقام بين 14 ل 16 شهر والمؤتمر بتنظم الجمعية الأردنية لأمراض الدماء والأعصاب مع جمعية مساندة مرضى الصرع المؤتمر طبعا ينظم بالتعاون مع مؤسسات طبية دولية وعربية بشكل رئيسي مع الاتحاد العربي لأطباء العصاب مع الجمعية الملكية البريطانية مع الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب والجمعية الأمريكية رح يكون عندنا حقيقة هذا السنة حوالي 14 دولي مشاركة في المؤتمر من أمريكا من بريطانيا من ألمانيا سويسرا نمسا مجموعة دول أوروبية بالإضافة لحوالي 10 دول عربية رح تكون مشاركة معنا ورح يطرح مواضيع المهمة وما جد من تطور على هذه الأمراض في مجال التشخيص أو في مجال العلاج نعم دائما ما نكون فخورين أن الأردن دائما تستقطب هذه النمعية من المؤتمرات للنهوض بمستوى القطاع الصحي واليوم حديثنا عم نركزه على أمراض الدماغ والأعصاب لو تحدثنا أكثر عن الأهداف من هذا المؤتمر وخصوصا أنه عم نتحدث أنه بالطب دائما في تقنيات جديدة في دراسات جديدة فعم نواكب هذه الدراسات وعم نعمم كمان التجربة أكيد حقيقة هاي المؤتمرات الدورية اللي بنعملها أولا حتى نعرف زملائنا في الدول المختلفة وين وصلوا وإيش الطرق اللي باستخدموها في العلاج والتشخيص نعم وإذا كان هناك أي تطور ولذلك احنا سيقدم في المؤتمر مثلا أوراق علمية سيقدم محاضرات علمية سيقدم سيكون هناك ورشات عمل وهي ورشات عمل نحكي على سبيل المثال واحد من ورشات العمل هو في مجال تخطيط الدماغ نعم الأساليب الحديثة في التخطيط تكنولوجيا وسريريا في عملية التشخيص للناس اللي عندهم خلال كهربائي دماغي نحكي نعم أكيد ومنطلع من خلال زملائنا الأجانب والعرب شو اللي بيستخدموه شو اللي بعملوه صحيح ومنطلع على حالنا وين احنا واكفين في النهاية ومن ضمن هالمعادلة العالمية هاي كلها أكيد ودائما بهذه المؤتمرات هي وقفة أيضا مع النفس فيما يتعلق بوضع الأردن إذا بدنا نقارن إقليميا بين دول المنطقة وعالميا بهذا المجال تحديدا حقيقة وضع طب الأعصاب في الأردن يعتبر من الدول الأولى في الوطن العربي نحكي كمستوى من ناحية تشخيصية ومن ناحية علاجية ومن ناحية كفاءة الزملاء الموجودين في مختلف القطاعات نعم الجامعية والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والصحة وهذا احنا منلمسوا من خلال تعاملنا مع الزملاءنا في الخارج وهذا يعني نشوف احنا شو اللي بنعمله على سبيل المثال في علاج الصداع نعم وين وصلنا حال وهم وين وصلوا ومنشوف حالنا يعني في نعم بشكل عام وأغلب زملائنا هم محاصلين على يعني سرتيفيكاتس من أعلى الدول في العالم يعني من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل الدول بالإضافة طبعا لشهات البورد الأردني واللي هي إلها اعتبار واحترام دولي وعربي في نفس الوقت نعم أعتقد أيضا هذه النوعية من المؤتمرات المهمة بعزز وجود الأردن فيما يتعلق بالسياحة العلاجية يعني احنا منشوف العديد من الأشقاء العرب بيتبروا الأردن هو الخيار الأول لما منهم يتعالجوا بأي مرضه خصوصا بموضوع أمراض الدماغ والأعصاب فمن خلال هذه المؤتمرات بالدورات المتتالية أديش أيضا تشعر أنه إلها دور بتعزيز دور الأردن كسياحة علاجية ومقصد سياحة علاجية كلامك أكيد والأردن كانت لا أذكر أي سنة مش زمان يعني هي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في السياحة العلاجية والمركز الرابع عالميا ففي ثقة حقيقة في طب الأردن وفي أطباء الأردن نعم وهذا مش الثقة بالحكي يعني هي واقعا بالضبط على أرض الواقع ومن خلال الخدمات اللي قدموها للمرضى احنا بالإضافة للسياحة العلاجية احنا أيضا لما نستقطب الزملاء الأجانب والعرب منعملهم برنامج سياحي اجتماعي صحيح على يعني غرار المؤتمر ومنكون نظمنا لهم أيضا رحلات للبترة والجرش والمناطق الجميلة اللي موجودة عندنا في الأردن وهذا أيضا جانب آخر من أهدافنا جميل دكتور بهمنا إذن نركز رح يكون المؤتمر من 14 ل 16 تسعة تحدثنا عن الأوقات نذكر بالزمان والمكان وأهم المحاضرات أيضا الطبية يوم 14 شهر رح يكون نصف يوم ويتم عملية الافتتاح ورح يكون الافتتاح تحت رعاية سعادة الدكتور رئيس أمنا جامعة مؤتد دكتور يوسف لقسوس ويستمر للساعة تقريبا 8 مساء المؤتمر هذا يوم 14 شهر يوم 15 يوم علمي كامل ويوم 16 أيضا يوم الجمعة يوم علمي كامل أبرز المواضيع اللي رح نطرقها في المؤتمر يعني أول شغل الجلطات الدماغية وطرق العلاجية الحديثة فيها نعم في مثل عندنا شاعع زمان كان يقول المثل أنه فالج لا تعالج لا هلا في إذا الواحد اختار الوقت المناسب والدقيق يعني الوقت هو دماغ في النهاية فممكن نعالج الفالج ويطلع المريض بأقل الخسار هذه بالنسبة لموضوع الجلطات الدماغية في المواضيع العام الخرف مثلا ألزهايمر رح يكون له نصيب جيد في الحركات اللا إرادية رح يكون أيضا ومرض باركنسون رح يكون له مجموعة من المحاضرات والأبحاث الاعتلال العصاب الطرفي مرض الصرع بالتأكيد له أيضا دور رئيسي مرض التسلق اللويحي له أكبر عدد ممكن من الأوراق العلمية والمحاضرات كونه من مواضيع الهوت توبيكس يعني اللي موجودة في العالم فعليه شغل كتير ورح يكون أيضا جزء كبير من مؤتمرنا أيضا بركز على هذا المرض ومواضيع أخرى طبعا الصداع أكيد رح يطرح أدى مهم كمان هالمؤتمرات التشسير والتشاركية مع الجيل الجديد من الأطباء ليستفيدوا من الخبرات كمان من ضمن محاضرات وندوات المؤتمر بالتأكيد وإحنا في الأردن بالذات يعني إحنا مشاركين جزء رئيسي أدخلوا في عملية زملائنا الصغار يعني صغار بالعمر الصغار بالعمر والخبرة قدامه اللي حصلوا على شهادة البورد ودخلوا في أعمال المؤتمر بشكل واضح ورح يقدمونا محاضرات وأوراق علمية في مؤتمرنا إن شاء الله إن شاء الله منذكر المكان بفندق فيرمونت فيرمونت 14 شهر إن شاء الله نعم من 14 ل 16 شكرا إلى كل التوفيق لكل المشاركين ودائما من شد على أيديكم بهذه النوعية الراخية والمهمة من المؤتمرات دكتور محمد إشهاب مستشار أمراض الدماغ والأعصاب شكرا لحضورك شكرا لحضرتك وليقناة رؤية لاهتمامكم في العمل العلمي أهلا وسهلا هذا واجبنا شكرا إلىك